سيدة في الأربعين من عمرها تعشق الصلاة وقراءة القرآن وتتسم بنشاط كبير تحسد عليه حيث أنها دائمة الحضور إلى مدارس أبنائها الأربعة للسؤال عن تحصيلهم ودرجاتهم فهي يومياً تنتظر ظهراً تحت أشعة الشمس الحارقة ابنيها عند الشارع الرئيسي الذي يبعد عن بيتهم نصف كيلو متر كي تعود بهما إلى البيت ثم تحمل عنهما حقيبتيهم الثقيلة هذه المسافة كلها وبعد أن تجهز لهما وجبة الغداء تعود من جديد بعد نصف ساعة لتنتظر ابنتها لتعود بها هي الأخرى ثم تأتي مع طفلها الصغير إلى المسائي وتجلس تنتظره من الرابعة إلى الثامنة ورغم أن سكنها بعيد عن المدرسة إلا أنها تذهب يومياً بسيارة أجرى فهي ضيفة دائمة في المدرسة لا تكل ولا تمل وقد احترمها كل من بالمدرسة لأمومتها وحبها لصغارها وحرصها على متابعتهم يومياً كان ابنها الصغير الذي في المسائي لا يقبل إلا أن تجلس أمه أمام الفصل لذا كانت ضيفة ولفترة طويلة يومياً أمام باب فصله على كرسي خشبي يكسر الظهر كان كل من في المدرسة يحسد هذه السيدة على صبرها وقوة تحملها وحبها لأولادها وكانت نافذة مكتب مدير المدرسة تكشف له المدرسة كلها أمامه فما نظر منها إلا وهي جالسة في مكانها كأنها والكرسي ملتصقان تقرأ القرآن والأذكار بتركيز وخشوع وعندما يؤذن لصلاة المغرب تذهب لمسجد المدرسة وتصلي مع المعلمات في أحد الأيام نادى عليها مدير المدرسة وقال لها أتعلمين أن إدارة المدرسة اختارتك الأمة المثالية هذه السنة هتفت السيدة بدهشة كأنها لم تتوقع الأمر نهائياً أنا؟ فقال لها نعم ومن غيرك يستحق ذلك في مدينتنا أو في كل أنحاء البلاد بكت السيدة بكاء مرّاً جعل مدير المدرسة يخجل من نفسه لأنه بخبره تسبب في بكائها ثم سألها لماذا تبكين كل هذا البكاء؟ ألست سعيدة باختيارنا لك؟ قالت السيدة بالطبع سعيدة بل أكاد أموت من السعادة ولكن هؤلاء الأطفال أنا لست أمهم بل أنا لست أماً لكي أنال لقب الأمة المثالية أمهم ماتت منذ زمن وأنا زوجة أبيهم لم يرزقني الله بأطفال فكان هؤلاء دنيتي وحياتي وفخري أحببتهم كما لو كانوا أولادي بل ربما لو كان لدي أولاد لما أحببتهم كما أحببتهم ثم رفعت رأسها والدموع في عينيها وسألت مدير المدرسة أخي هل أصلح أماً؟ فأنا أتمنى أن أكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الذي بشرني بذلك عندما قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة قال المدير بعد أن سمع المفاجأة المدوية التي أدمعت عينيه وهزت وجدانه أنت يا سيدتي ملكة الأمهات وَآتُوا الْيَتَامَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا في سنة 51 للهجرة مضى الصحابي الجليل الربيع بن زياد على رأس جيشه الغازي في سبيل الله ومعه غلامه الشجاع فروخ ليرفع رايات التوحيد فوق بلاد ما وراء النهر وعندما بدأ القتال أظهر فروخ صورا من البسالة وانتهت المعركة بنصر المسلمين فكافأ القائد غلامه فروخا فأعتق رقبته وقسم له نصيبه من الغنائم عاد الفتى الشجاع فروخ إلى المدينة المنورة يحمل معه سهمه من الغنائم ويحمل حريته الغالية وكان في هذا الوقت يبلغ الثلاثين من عمره فاشترى منزلا في المدينة وتزوج من فتاة راجحة العقل تقاربه في السن وبعد أشهر من زواجه لم يتغلب فروخ على حنين الفارس للجهاد في سبيل الله فأعلن عزمه على مغادرة بيته والذهاب إلى ميادين القتال وأخبر زوجته بنيته فقالت له لمن تتركني وتترك هذا الجنين الذي أحمله فقال لها أتركك لله ورسوله ثم إني تركت لك ثلاثين ألف دينار فصونيها وأنفقي منها على نفسك ووليدك بالمعروف حتى أعود أو يرزقني الله الشهادة ثم وداعها ومضى وبعد رحيل زوجها بأشهر وضعت الزوجة غلاما جميلا أطلقت عليه اسم ربيعة وعندما بدأت على ربيعة علامات النجابة أسلمته أمه إلى المعلمين فأتقن الكتاب والقراءة ثم حفظ كتاب الله وما تيسر من حديث رسوله صلى الله عليه وسلم وقد أغدقت أم ربيعة على معلميه المال وكانت تترقب عودة أبيه لكن فروخا طالت غيبته مضت الأعوام وأقبل ربيعة على حلقات العلم ولزم البقية الصالحة من الصحابة على رأسهم أنس بن مالك حتى ارتفع ذكره وبزغ نجمه وكثر تلاميذه وأصبح عالم المدينة وذات ليلة بلغ المدينة المنورة فارس في الستين من عمره قاصدا داره أكان يسأل نفسه عن زوجته وعن جنينها الذي كانت تحمله أوضعته ذكرا أم أنثى أحي هو أم بيت كما فكر في المبلغ الكبير الذي جمعه من غنائم الجهاد وتركه وديعة عندها وفيما كان الفارس يفكر وجد نفسه فجأة أمام داره ومن فرحته دخل الدار دون استئذان أهلها فشعر به ربيع ورأى رجلا يقتحم عليه داره فجاء إليه غاضبا واستعد للهجوم عليه وتواثب كل من الرجلين على صاحبه وارتفع ضجيجهما وتدفق الجيران على البيت فأحاطوا بالرجل الغريب فقال ربيعة للرجل والله لا أطلقك يا عدو الله إلا عند الوالي فقال الرجل ما أنا بعدو الله ولم أرتكب ذنبا إنما هو بيتي وجدت بابه مفتوحا فدخلته ثم التفت للناس وقال يا قوم أنا فروخ الذي غادر منذ ثلاثين عاما مجاهدا في سبيل الله وكانت زوجته نائمة فاستيقظت على هذا الضجيج ورأت زوجها فكادت الدهشة تعقد لسانها ولكنها تماسكت ثم قالت دعه يا ربيعة دعه يا ولدي إنه أبوك في هذه اللحظة أقبل فروخ على ربيعة يضمه ويعانقه وأقبل ربيعة على فروخ يقبل يديه ورأسه وجلس فروخ إلى زوجته يحدثها عن أحواله ولكنها كانت تقول في نفسها ماذا لو سألني عن المبلغ الكبير الذي تركه أمانة عندي لقد أنفقته على تربية ابنه وتعليمه وفيما كانت تفكر التفت إليها زوجها وقال لقد جئتك بأربعة آلاف دينار فأخرج المال الذي أودعته عندك لنضم إليه هذا ونشتري بالمال كله بستانا أو عقارا نعيش فيه فقالت لقد وضعت المال حيث يجب أن يوضع وسأخرجه لك بعد أيام قليلة إن شاء الله وقطع صوت المؤذن عليه ما حديثهما فتوضأ فروخ ثم مضى مسرعا نحو الباب وهو يقول أين ربيعة؟ فقالت له سبقك إلى المسجد وبعد الصلاة هم فروخ بمغادرة المسجد ولكنه وجد باحته قد امتلأت بالشيوخ والشباب لمجلس علم لم يشهد له نظيرا ورأى الناس لم يتركوا في الساحة موطئا لقدم يلتقطون ما يقوله الشيخ ويحفظونه في دفاترهم وحاول فروخ أن يتبين صورة الشيخ فلم يفلح لبعده عنه وبعد أن ختم الشيخ مجلسه هب الناس متجهين نحوه ليودعوه وهنا التفت فروخ إلى رجل كان يجلس بجانبه وسأله قل لي بربك من الشيخ؟ قال الرجل إن الشيخ سيد من سادات التابعين وهو إمام المدينة رغم حداثة سنه وإن مجلسه يضم كما رأيت مالك بن أنس وأبا حنيفة النعمان وغيرهم إنه ربيعة الرأي نعم إن اسمه ربيعة لكن علماء المدينة وشيوخها دعوه بربيعة الرأي لأنهم كانوا إذا لم يجدوا لقضية نص في كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لجأوا إليه واسمه الحقيقي ربيعة بن فروخ لقد ولد بعد أن غادر أبوه المدينة مجاهدا فتولت أمه تربيته وتنشئته عند ذلك بكى فروخ وأسرع نحو بيته فلما رأته أم ربيعة والدموء تملأ عينيه وسألته عما به قال لقد رأيت ولدنا ربيعة في مقام من العلم والمجد ما رأيته لأحد من قبل قالت الزوجة أيهما أحب إليك ثلاثون ألف دينار أم الذي بلغه ولدك من العلم والشرف فقال بل والله هذا أفضل عندي وأحب إلي من مال الدنيا كله فقالت له لقد أنفقت ما تركته عندي عليه فهل طابت نفسك بما فعلت فقال نعم وجزيت عني وعنه وعن المسلمين خير الجزاء قال الحسن البصري وأنا أقف على ظهر الطريق في المدينة في الحر الشديد إذ بي أرى جنازة يحملها أربعة من الرجال فقلت جنازة يحملها أربعة والله لأكنن خامسهم فسار الحسن البصري وراء الجنازة وانتظر حتى فرغوا من دفنه واستوقف الأربعة وقال لهم لما أنتم أربعة؟ قالوا والله لا ندري لقد استأجرتنا هذه العجوز لنغسل ونكفن ونحمل ونتفن قال سبحان الله حتى الأربعة استأجرتهم هذه المرأة فوقف الحسن البصري ينظر إلى المرأة بعد الفراغ من الدفن وإذ بالمرأة قد جثت على ركبتيها ورفعت يديها إلى السماء وقالت يا رب من لي سواك هذا هو ولد العاصي ذو القلب القاسي عصاك مرارا وتكرارا وتجرأ على معصيتك اللهم فرحمه اللهم فتجاوز عنه يا رب من لي سواك ونظر الحسن البصري وتأمل في وجه المرأة وهي تبكي وتبكي ثم ابتسمت المرأة وانصرفت فتعجب الحسن البصري وبدأ يجري وراء تلك المرأة قفي يا مرأة ها أنا أستحلفك بالله ما أمر صاحب الجنازة قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي قال أنا الحسن البصري من علماء المسلمين قالت والله لولا أنك من علماء المسلمين ما أخبرتك أيها الحسن هذا هو ولد العاصي ذو القلب القاسي الذي يعرفه أهل البلدة أنه ما ترك من شيء يغضب الله تعالى إلا وفعله لكن الذي لا يعرفونه أن ولدي تاب إلى الله وعاد إلى الله فكنت أقوم في جوف الليل وأقول يا رب بل سواك اللهم اهد هذا الشاب العاصي كنت أدعو عليه بداية ولكني لما لجأت إلى ربي ودعوته أن يهديه قد استجاب الدعاء الأول ألا وهو الدعاء على ولدي فابتلاه الله بمرض أقعده في الفراش فلما دنى الموت واقترب الأجل نادى علي قال يا أمه أستحلفك بالله إذا أنا ميت فضعي خدي على التراب وضعي قدمك على خدي الآخر وقولي هذا جزاء من عصى الله وخالف أمر مولاء قالت وفعلت ثم نظر إلي كأنها نظرة وداع وقال لي يا أمه لا تخبري أحدا من أهلي لأنهم لو علموا بموتي فلن ولم يترحموا علي ما رأوا مني خيرا قط واستأجري أربعة من الرجال يغسلني ويكفلني ويحملني ويتفلني ثم أستحلفك بالله أن تقفي عند قبري ساعة ولا تنصرفي حتى يريك الله فيي آية قالت والله يا حسن بعد الدفن نظرت إلى القبر وبكيت وقلت يا رب من لي سواك يا رب من لي سواك قالت المرأة فوالله لقد سمعت صوت ولدي من داخل القبر يناديني ويقول لي يا أمه اذهبي فقد وجدت ربي أكرم الأكرمين يا من عصيت الله ليل نهار بأي قدم ستقف بين يدي الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فرقت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت امرأة مسلمة تسمى تميمة بنت وهب من صحابي جليل اسمه رفاعة وقد أعطاها حديقة مهرا لها وكانت تحيى حياة سعيدة مع زوجها رفاعة وكان هو يعاملها أحسن معاملة كما أمر الإسلام ولكنها ذات يوم رأته مقبلا مع مجموعة من الرجال وإذا هو أقبحهم منظرة فلم تقنع بما قسمه الله لها من زوج حسن الخلق والمعاملة وحدثتها نفسها لماذا أصبر على هذا الزوج القبيح وتضيع حياتي معه فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجها وقالت يا رسول الله والله إني لا أعيب على زوجي في خلق ولا دين فهو نعم الناس بأخلاقه ودينه لكني لا أتحمل البقاء معه ولا أريد أن أستمر معه فأنا أكره كما أكره الكفر فقال لها رسول الله أتردين عليه حديقته فقال التميمة أرد عليه حديقته فقال رسول الله لزوجها إن المرأة لا تريدك فخذ الحديقة وطلقها فطلقها رفاعة وبعد أن أكملت عدتها تزينت حيث كانت تريد رجلا آخر لي تزوجها وبالفعل تزوجها عبد الرحمن بن الزبير وكان جميل الوجه ولكنها لم تجد منه ما كانت تجد من زوجها الأول ودارت مقارنة بداخلها بين عبد الرحمن بن الزبير وزوجها الأول رفاعة في أشياء كثيرة ومن بينها متعة الفراش فكانت تذمه وتقول له أنت لست رجلا مثل الرجال فكان يضربها لأن الرجل لا يقبل أن تذمه زوجته بمثل تلك الأقوال لذلك ذهب التميمة إلى السيدة عائشة رضي الله عنها تشتكي من الزوج الجديد وقالت لها إن زوجي يعاملني معاملة سيئة وقد اغتررت بجمال صورته إلا أنه يضربني وكان التميمة تلبس خمارا أخضر اللون وقالت للسيدة عائشة رضي الله عنها انظر إلى يدي فلما نظرت السيدة عائشة إلى يدها إذا بها آثار ضربات لونها أخضر وعندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت كانت تميمة تجلس على جنب فسأل رسول الله السيدة عائشة من هذه يا عائشة فأخبرته السيدة عائشة باسمها وقصتها ثم قالت وقد جاءتني تشتكي أن زوجها يضربها والله يا رسول الله لا أدري أذراعها أشد خضرة أم خمارها من شدة الضرب فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إحضار زوجها فحضر الزوج ومعه ولدان من زوجة غيرها فلما أقبل زمت الزوجة رجولته فدافع الرجل عن نفسه وقال كذبت إنها ناشز تريد رفاعة وأنا عندي زوجة قبلها فقال له رسول الله هل هؤلاء أولادك؟ فقال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لديه أولاد وهو قادر ثم قال لها أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ ثم أكمل قائلا لا والله أنت اشتقت إلى زوجك الأول فإن كان ذلك لم تحلي له حتى يذوق من عسيلتك أي يجب أن تستمر حياتك مع زوجك الحالي فيجب على الزوجة أن ترضى بنصيبها الذي قسمه الله لها ولا تكون ناشزا بسبب وساوس في رأسها بل عليها أن تذكر محاسن زوجها ولا تقارنه بأحد فنتيجة عدم القناعة والرضا تكون خسارة على صاحبها دائما وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير في خلافة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان قتيبة بن مسلم الباهلي رحمه الله تعالى يفتح المدن والقرى لينشر دين الله في الأرض وفتح الله على يديه مدينة سمرقند افتتحها قتيبة دون أن يدعو أهلها للإسلام أو الجزية ثم يمهلهم ثلاثة أيام كعادة المسلمين قبل أن يبدأ في قتالهم فلما علم أهل سمرقند بأن هذا الأمر مخالف للإسلام كتب كهنتها رسالة إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فقرأها وعرف ما فيها ثم كتب على ظهرها من عمر بن عبد العزيز إلى عامله في سمرقند انصب قاضيا ينظر فيما ذكروا وبعدما قرأوا ما على ظهر الرسالة ذهبوا إلى عامل عمر على سمرقند فنصب لهم القاضي لينظر في شكواهم عقد القاضي المسلم محاكمة لقائد الجيوش أمام خصمه كبير الكهنة جاء قتيبة أمام قاضي سمرقند المسلم ثم قال القاضي ما دعواك يا سمرقندي قال كبير الكهنة اشتاحنا قتيبة بن مسلم بجيشه ولم يدعنا إلى الإسلام ويمهلنا حتى ننظر في أمرنا التفت القاضي إلى قتيبة وقال وما تقول في هذا يا قتيبة قال قتيبة إن الحرب خدعة وهذا بلد عظيم كان عقبة أمامنا وكل البلدان من حولهم كانوا يقاومون ولم يرضوا بالجزية أو الإسلام ولو قاتلهم بعد الإنذار سيقتلون فينا أكثر مما نقتل فيهم قال القاضي يا قتيبة هل دعوتهم إلى الإسلام أو الجزية أو الحرب قال قتيبة لا إنما باغتناهم كما ذكرت لك قال القاضي أراك قد أقررت وإذا أقر المدعى عليه انتهت المحاكمة يا قتيبة ما نصر الله هذه الأمة إلا بالدين واجتناب الغدر وإقامة العدل ثم قال قضينا بإخراج جميع المسلمين من أرض سمرقند من حكام وجيوش ورجال وأطفال ونساء ويسلم إلى أهل سمرقند مفتاح مدينتهم على أن ينذرهم المسلمون بعد ذلك قبل الدخول إلى المدينة لم يصدق الكهنة ما شاهدوه وسمعوه فلا شهود ولا أدلة ولم تستمر المحاكمة أكثر من دقائق معدودة وبعد ساعات قليلة سمع أهل سمرقند أصوات ترتفع ورأوا غبارا يعم الجنبات ورايات تلوح خلال الغبار فسألوا ما هذا فقيل لهم إن الحكم قد نفذ وأن الجيش قد انسحب في مشهد تقشعر منه الجلود وما إن غربت شمس ذلك اليوم إلا والكلاب تتجول بطرق سمرقند الخالية وصوت بكاء يسمع في كل بيت على خروج تلك الأمة العادلة الرحيمة من بلدهم ولم يتمالك الكهنة وأهل سمرقند أنفسهم فخرجوا أفواجا وكبير الكهنة أمامهم باتجاه معسكر المسلمين وهم يرددون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا كانت تمشط شعر بنت فرعون فسقط المشت من يدها وعندما انحنت لتأتي بالمشت قالت بسم الله فقالت بنت فرعون أبي قالت الماشطة لا بل ربي وربك ورب أبيك فذهبت البنت وأخبرت أباها بذلك فنادى فرعون الماشطة وسألها من ربك فقالت ربي وربك الله فأمر فرعون بغلي الزيت بقدر كبير وأحضار أولادها الثلاثة وابنها الرضيع وبدأ بأكبر أولادها وحمله الحرس وبضعوه فوق الزيت المغلي وسألها فرعون من ربك فقالت ربي وربك الله فألقى الحرس بولدها الأول حتى طافت عظامه فوق الزيت ثم جئ بالولد الثاني ثم سألها من ربك فقالت ربي وربك هو الله فألقوا ولدها الثاني حتى طافت عظامه ثم جئ بولدها الرضيع وحملوه ووضعوه فوق الزيت وكانت الماشطة تحبه كثيرا وسألها فرعون من ربك فسكتت الماشطة وحن قلبها فأوحى الله عز وجل للرضيع أن يتكلم ولم يسمعه أحد إلا هي فقال يا أماه لا تخافي وقولي ربي وربك هو الله فأنت تقولين الحق فنتقت الماشطة وقالت بكل عزيمة ربي وربك الله فألقوا الرضيع وطافت عظامه ثم أخذها الحراس وألقوا بها في الزيت المغلي مثل أولادها وماتوا جميعا ثم حملت عظامهم ورميت بالوادي وعندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان مع جبريل عليه السلام مر فوق ذلك الوادي فشم الرسول رائحة طيبة فسأل جبريل ما هذه الرائحة وما أطيبها فقال جبريل تلك رائحة عظام ما شطة فرعون وأولادها وإذ يتحاجون في النار فيكون الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد اجتمع بني إسرائيل بسيدنا موسى فأعجب رجل بمواعظ موسى فسأله هل على الأرض من هو أعلم منك؟ فأجابه موسى أنا أعلم أهل الأرض عاتب الله سيدنا موسى وأعلمه أن هناك من هو أعلم منه إنه العبد الصالح الموجود عند مجمع البحرين وأمر موسى أن يذهب إليه ليتعلم منه بدأ موسى الإعداد لتلك الرحلة وكان لديه غلام أمين وعند مجمع البحرين وجد موسى رجلا يشع من وجهه النور هذه الحديث فسأله موسى هل أنت العبد الصالح؟ فقال نعم طلب موسى من العبد الصالح أن يأذن له بمصاحبته ليتعلم منه فقال له إن صاحبتني فعليك أن تصبر ولا تسألني كثيرا حتى أخبرك بما يصعب عليك فهمه قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا وفق موسى على شروط العبد الصالح وبعد لحظات نظر إلى سفينة في البحر وطلب من أصحابها الركوب معهم فوافقوا وقبل أن ترسو السفينة إلى الشاطئ إذ بالعبد الصالح يمسك بقدوم ويضرب في جنب السفينة حتى خرقها خرقا يعيبها ولا يغرقها اندهش موسى ولم يتمالك نفسه قائلا ماذا فعلت إنهم قوم أكرمون ولم يأخذوا منا أجر أيكون هذا رد الجميل قال العبد الصالح ألم تعاهدني أنك ستصبر اعتذر موسى وقال لا تأخذني إني نسيت وستجدني إن شاء الله صابرة فسامحه العبد الصالح ثم واصل السير واتجه إلى قرية وجد فيها أولادا يلعبون فتقدم العبد الصالح وأمسك بغلام وضغط بيده حول عنقه حتى مات فاندهش موسى ولم يتمالك نفسه ثانية وقال للعبد الصالح أتقتل نفسا دون ذنب نظر العبد الصالح إلى موسى وقال له معاتبا أنت لن تستطيع الصبر على مقدرات علم الله تأسف موسى وقال لن أسألك عن شيء بعد ذلك وإن سألتك فارقني واستمر في السير ووصل إلى قرية طلبا من أهلها طعاما فرفضوا فسارا حتى وجد جدارا مهدوما فبنى العبد الصالح هذا الجدار فتعجب موسى وقال كان بإمكانك أن تأخذ أجرا على بنائك لهذا الجدار فقال العبد الصالح يا موسى إنك عاجزت عن الصبر على ما رأيت فهذا فراق بيني وبينك وسأشرح لك ما صعب عليك فهمه أولا كانت السفينة ملكا لمساكين يعملون عليها ولكن ملك هذه البلاد أصدر أوامره بأخذ كل سفينة صالحة جميلة من أصحابها بالقوة فخرقتها لأعيبها ولا يستولي عليها الملك أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ثانيا الغلام كان ابنا لأبوين مؤمنين صالحين وهذا الغلام سيكون في المستقبل كافرا يرهق أبويه فأراد الله له الموت ليعوضهما ولدا آخر صالحا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما ثالثا الجدار يا موسى كان لأخوين يتيمين مات أبوهما الصالح منذ فترة وتحت هذا الجدار كنز للغلامين ولكن الله أراد أن يحفظ الكنز حتى يكبر الغلامان ويستخرجاه وهنا يا موسى نفترق ولكن قبل ذلك أقول لك إن كل ما فعلته إنما هو بأمر الله عز وجل وليس من عند نفسي وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ترجمة نانسي قنقر